أهلا بكم من جديد الدستور العراقي بدأ بي ولقد كرمنا بني آدم ثم قال الشعب مصدر السلطات وشرعيتها وأكد بعدها أن لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية أما ما يجري على أرض الواقع فيتنافى تماما مع هذه المبادئ لسيما بعد أن أصدرت محكمة استئناف الأنبار الاتحادية أمر قبض وتحر بحق المدون عثمان عبد المحسن الخليفاوي ونسبت له تهمة الإرهاب بسبب منشور له على موقع فيسبوك انتقد به مسؤولا محليا في المحافظة وطالب بإقالته وأوضح مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الأنبار أن صدور أمر إلقاء القبض على المدون الخليفاوي جاء بناء على شكوى تقدم بها قائم مقام قضاء الخالدية بعد أن تعرض للانتقاد من قبل الخليفاوي وكان المدون عثمان الخليفاوي قد نشر تدوينة على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك قال خلالها بالحرف إن سعر الأنبار بـ 23 ألف دينار وسيادة القائم مقام يثقف للانتخابات وتناسى توفير مادة الجاز للمولدات أصبح لابد لأهالي الخالدية أن يهتفوا بصوت واحد للمطالبة بإقالة القائم مقام وختم تدوينته بالإقالة مطلب شرعي وعلى إثر ذلك أوعزت مديرية شرطة الأنبار إلى مديرية شرطة قضاء الخالدية والسيطرات الأمنية بالبحث عن المدون والقبض عليه وتسليمه إلى مديرية مكافحة الإرهاب وفقاً للمصدر وفي السياق أكد المكتب الإعلامي لقاء مقامية الخالدية صدور أمر قبض بحق الإخليفاوي مبيناً أن أمر القبض صدر لقيام المدعو عثمان بإشاعة ونشر الأخبار الكاذبة التي تحاول زعزعة الأمن وتحاول تحريض الشباب على إشاعة الفوضى داخل القضاء مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية